كلميني عن مشاعرك مفيش بقى خلاص يعني حتى لما هو بيبقى قلما هو مسافر ببقى ناسيا أصلاً أنا متجود أنا بيجي ببقى فرحانة بقى أنه هو نجي وبقى عايش حياته هو خلاص وقلت معينا وبعد كده بيرجع يسافر تاني فبيبقى الوضع بيرجع تاني مكان تاني هو بيسافر قدية في السنة لا هو بيسافر من محافظة محافظة إنه هو مش متكر في المحافظة معي بيسافر مثلاً عشر سيان محافظة تاني ويرجع سوف الأسبوع ويرجع آآ خمستاشر يوم كده يعني ما ليوش مواعيد معينة بس لما بييجي بيجي يوعد خمس ست يام وبيمشي الخمس ست يام دول بتبقى الحياة لطيفة آه طول ما أنا ما بطلبش حاجة والعلاقة الحميمية موجودة وكل حاجة تمام وكل حاجة حلو هو أنا سألته لو ينفع أنه هو يتعامل المتعة الوضعية دي بس هو قال لي ما ينفعش بس أنا مش عارس أقوله ولا لا يعني العلاقة الحميمية دي هو بيبقى هو يعني أنا ما فيش مش مش مشكلة حاجة برضو أقلمت نفسي عليك لا ما ينفعش تأقلمي نفسك على الحياة أقلمت حقيقي أقلمت نفسي عليك بس العلاقة الحميمية دي الراجل لازم يكون عارف اه احتياجات الست ايه وما ينهيش العلاقة الحميمية إلا لما يشعر أن الست خلاص خدت برضو القدر اللي هي محتجاه من العلاقة ممكن يكون هو مثلا ما يعرفش حاجة زي كده فبحاولي ان انا أبقى عادي يعني لا ليه تحاولي تبقي عادي طب ما تحسسيه ان انا مش ما في حاجة غلط مش عارفة احسسي زي كده يعني انا حاولت كده مرة بس انا مش عارفة يعني عايزة اقولك يعني مرات محدودة في الثمانسين دول يعني كم مرة يعني زي بتبقى اللي عليكم يا المفروب ليه كم ده انا فاكرة كم مرة دول لنقش كتير اصلا المهم هو المشكلة بقى اللي معايا بالوقتي من فترة كان فرحة بنت عمتي اهم وهي بنت وحيدة فمفيش حد ديها اخوات ثانية مثلا اني كده ينظروا معايا في جهازها وبالكلام ده كله هي كانت هتكتروا في قطرة سهيرة اهم فكنت اه اجلب الوقت مثلا كل واحد فينا بيخلص حاجة في المكان معين اهم فانا بجلسة اخلص في اميكن معينة من ضمن الاميكن دي رفت مكان كان فيه حد انا الحاجة داخلها كنت لانا كنت رايح اشتريها دي انا اول مرة اشتريها ومكتش فهمة فيها اوي اهم فصاح بالمثال ما قادي الحاجة وطههمني ايه فارس كده ومهم كانت كويسة معي وكتب لي رقم موبايله على الفاتورة بتاعة هو الشخصي وقادي رقم موبايله عشان لو احتاجتي حاجة فانا خدت الفاتورة وقطه تماما شكرا ومشيت وما كنتش فهمة اصلا مني فبادي ما علقتش على الحاجة يعني رقم وانا مروحة عماله وتواد عبيد فباقي يعني يعني ايه رقم موبايله على الفاتورة يحتاج منه ايه تاين وهم اهو حطيني الحاجات في عربية والعربية دي وصلت من المكان وصلت ان انا هروح منه وانفيت حاجات كتير في العربية في شنطة العربية واسه اكتشفت ده لما روحت فاتصالت في الرقم بقى اللي مصرية على الفاتورة قلت له حضرتك في العربية اللي انا اركبتها في حاجات انا انتظاموك هو اللي كان جايب لك العربية اللي تنقل الحاجة هو اللي كان جايبها بس هو كان اسمه تاكسي الساعة كان خلاص من مغرب ارب يقدم فاكلم كزا حتى احنا ماشيين في الطريق قال له لا انا محتاج الرقم ده داروني مهم هو شقل بالدنيا وجد رقم مستوي مستوي ساعتين او ثلاثة في العربية والوقت عدا بسرعة يعني انا ببص الاسم الساعة خلاص دخل على عشرة وتأخرتك انا بقول لك على فكرة انا اتأخرت جدا وده مش هينخل الحاجة تيجي النهاردة خلاص مفيش مشكلة تيجي بكرة وخلاص قال لي لا اهو سواء المفرد ان هو جاي فالتالي وبعدين احنا بيتكلم فبيتسألني متنين والكلام ده كله كان بقول له انا من الهنا بيحترمت بيغوزة في المكان والخليم شكله ملامحه كلها تغيرت ان هو ان انا متجاوزة قال لي هو انا متجاوزة طرق انا متجاوزة وعندي بنتيني واتكلم بكل متبقائية ووشه بقى الدايق وشكل الدايق وقال لي طبعا انا هنزل اجيب قهوة وحسيت عملا اقول سبالي بقى منزلها وهو دايق لي يعني نعم ما كنتش اقول له مثلا انا متجاوزة يعني ولا ايه وجوز الكل ده كان مسافر وكل ده جوزي اصلا حتى مرنش علي يا شوتي انا لقيت الحاجة ملقيتش الحاجة يعني جوزك عارف انك نزلت عميل المغامرة دي اه ومرنش عليك مرنش اه مفيش حد من قرائبك راح معاك يعني انت روحتي الوحدة خالص اه مفيش حد راح لانه هو ما كنش بعيد احنا نزلت بس موصلة صغيرة هجيب الحاجة المقصود وهرجع وخلاص قصنتي لفتي وروحتي المرور وروحتي الاسم وبتجيب يعني مرور بقى هو ما خلميش روحتي في اي مكان خالص هو بس خلني قعدة في العربية وعمل كل حاجة وجاب لي الحاجة طيب بعد ما معارف انك متجاوزة وش وتقلب حصل ايه نزل بقى وجاب قهوة بتاع ورجع تاني قعد عمال يتكلم برضو يضيع في الوقت وانا حسيت ان الوقت اتاخر فقلت له اني لازم اروح فما عنداش عشر دقيق جاب لي الحاجة توقيت تاكسي جابي الحاجة ووصلني وروحتي بس ده اليوم خالص تكلمني عاد يقول لي انا مش مصدق ان انت متجاوزة هتقول له والله العظيم انا متجاوزة لو مش متجاوزة هقولك ان انا مش متجاوزة تاني يوم خلصنا المكالمة وتاني يوم تكلمني الصبح انت هتروحي في مكان النهاردة وقلت له اول ما اخذنا خلاص كذا حاجة في المزارج وكذا قال لي طب خلاص انزلي ما تفتريش انزلي هنفتر مع بعض فقلت له خلاص ليش ينزل فطرنا وقعدنا جبنا الحاجات اللي انا عايزاها وتغدينا وكملنا بقية الحاجات وكل ده من صبح لحد المزارج موبايل ما رميش جوزي ما رميش ولا رميش وجوزك كان موجود معاك ما كانش مسافر لا هو كان مسافر مسافر بس عارف انك نازل عندك مشاوية عارف هو عارف طول الوقت ان انا طول اليوم ببقى بره وبجيب حاجات وبشتري في حاجات بس اقلكيش ايه اللي حصل في احداثيات اليوم اللي قبله عملتي ايه وجبتي الحاجة ازاي وكده لا اه خالص اه جبتي الحاجة اه طيب كويس بيش خلاص المهمة هو فكان اليوم بقى ان هو اليوم كامل مكيش طبعا مران مش خالص اه مونتي فريل اه اه انت عميتي تكلمني مش عارفة ايه كل يتكلمني مكيش مكيش جوزي في الموضوع خالص سوحت البيت بعد ما نتكلم سلمني بعد يقولي انت لو انت منفاصلة مثلا او كده قوليلي وانا هتزولك انا هتكلم اهلي وانا حتى لو هم مش هيوافقوا مثلا هنبدأ ان انت انت منفاصلة والكرام ده كله او مش فلازم اقولهم ان انت كنت منفاصلة وبعد كده يبقى اجاع رفع عادي يعني بدأ يحاول يخش معك في علاقة اه علاقة عاطفية وانتي قبلت ده اه وانا قبلت ده من الاهتمام اللي انا شغطي اللي انا المفروض العلاقة دي تطورت لايه تطورت بحاجات كثيرة لكم اه اه تطورت لاتكلم معي تطورت لليل وقال لي انا حاجت نفسي انا مش عاوز قبلت عمي بدلنا نتكلم كده يوم وبعد كده قلب ان احنا متقابل في ان احنا طبعا نطول اليوم بنبقى اغلب اليوم مع بعض قصة ما في يوم انا ما قلتش هجيب لي حاجة فقلت له انا مش هنزل قال لي خلاص نزلي وهنقضل اليوم مع بعض كده لاني كنت هفاكر بعدها الجنين اه اه نزلت نزلت وقدتوا اليوم مع بعض وحصل اللي حصل وطلب ان احنا نروف مكان قلت له لا قاعدين بجوحر ومش عارف ايه والضايق قلت له جوحر ممكن ما ننزل من عارفان اي كافيه في اي مكان لكي مش هنروف قلت له فيني اه ما قفتش على الغدى بقى اه 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 فهو طرحت وحصل اللي حصلت بس كانت اول مرة وحصلش علاقة كم لك وما حصلش علاقة اه اتكررت بقى المقابلات وحصلت العلاقة اه كم مرة ثلاث مرات اه ولسه ما زالت بتتكرر المقابلات لا انا اصبقت وقلت له انا مش هينفع منا اعمل كده اه انا ولا دي تربيتي ولا 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 ينفع منا اصلا ابقى السبت دي ان انا قد قفتت خيله اه قال لي خلاص بي رياحك وقلت له واندي حسناك ست مش مفاحة معي ممكن تنسبي عنه وانا هتزويه طبعا ان ابدأ ده مرسل بالمستري ان انا قفت حتى حتى لو انا مش مفاحة اه انا كنت بدأت ان انا اقل حياتي على ان انا كنت عايشة فيه بس هو ده خلنا اخبط في كل حاجة بعدين لكن التلات مرات اللي عمت فيهم العلاقة الحميمية مع الشخص الاخر اي كانت العلاقة بالنسبالك فيها ارضاء مش زال اللي بيحصل في البيت كانت حاجة بالنسبالي جديدة جدا انا بقالي تمامين متجوزة حاجة اول مرة حيتي احيث ساعة فأنا اكلمي في الموبايل اصلا كمان قللي خلاص احنا مش نجد نتقابل انا كيفية علي ان انا كنت اكلمي او كده حاولت برضى ان انا ابعد بس انا من جوايا مش قادرة بس لما اكلمه وما يردش عليها هو خلاص بقى عارف انا مش نكمل في حاجات ديش لو كلمت وكلمت وقلت له بص احنا عايبقى نبقى صعاب لان انا انا محتاجاتك بقى جمبي بس مش بالحاجات ديش يعني انا محتاجاتك بقى جمبي ولكن بدأ ما يردش عليكي بصي لا ما تحاوليش بقى لان هو هو كل اللي حصل ده هو كان عايز ياخد منك حاجة بصي عايز اقولك حاجة لو هنصنف انا يعني لا احب ان ادين لان كما تدين تدان ولكن تعالين لا نعتبرها يعني ادانة ولكن نفصص الامور شوية تصرفات جوزك معاكي التصرفات كان لها جوز اساسا باي شاك من الاشكال ان هو يعملها كان لازم معاملته معاكي تكون مختلفة خلاص عن اللي بيحصل انا عايز والله انها اصلا بالوقتي بقى لي خمس يين احنا قابلا ما هو يتفر شدينا مع بعض شوية بقى لي خمس يين ما بيتسلمنيش ما يعرفش ما تنأكل ما تكونش بتشرب ما تنشربش وبس يبعثي مثل محتاجة حاجة لو مثلا محتاجة كذا طيب اخلي خلي اخوي يبعثي مثلا الحاجة اللي انا محتاجها او خلوس اجيب الحاجة اللي انا محتاجها بوسي لما نقوم بسافرة مثلا او في مكان ما مثلا مع اهلي او كده ما يتسلش مثلا يولي عمنا ايه وحش في لي لأ ما يتسلش بيه اصلا في المسلا المكرمة السبسة مكرمة قبل ما ينال عملي ايه كويسين كمان طيب يلا باي فكرت كتير انه ممكن يكون مثلا مرتبط بحدة او كلام ده او كده حاولت ان انا يعني كريس بوس بتاعه فكحته عندي عالتقالبتي مفيش اي حاجة ما بيكلمش بانيت مثلا انا كل ايه حاجة دي ام بس انا مش عارسة هو بيعمل انا انا متضايقة من نفسي قوي من اللي انا بعمله بالوقتي يعني انا بصي 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 مالش 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 اسمعيني اسمعيني ارجوكي عشان انا عارف انت في ازمة والازمة دي اا لازم نطلع منها اوكي بصي مفيش حد على وجه الارض معصوم من الخطأ انا مش بشجع على الخطأ انت غلطي اه وما قدرش ان كنت غلطي غلطي انك ضعفتي واستجابتي لشخص مكانش يجب انك تستجيب ليه اا من البداية خالص بعد اول مرة جابلك الحاجة وقالك هكلمت بكرة بتاعي نفطر سوا ما كانش في حاجة اسمها كده خالص يعني بتاع ايه نفطر سوا انت راجل اللي عملتلي خدمة متشكين جدا عن الخدمة اللي انت عملتها انها مش حاجة اسمها نفطر سوا درجارك للغلط وبعد ما أخد منك اللي هو عايزه ولقاكي هترفضي الغلط خلاص مش هيوجع قلبه هشوف وحدة غيرك فده إن كان فهو أسوأ بمراحل من معامل الجوزك معاك يعني آه ده سيء وده سيء القضية بقى كلها إنك موقفتش لنفسك أنت محتاجة تقفل نفسك لما يكون فيه كده في المعاملة مع جوزك ما فيش حاجة اسمها رديد بالأمر الواقع فيه حاجة اسمها أحارب علشان حياتي تبقى أحسن أحارب علشان أخد حقوقي أتعامل مع زوجي بالطريقة اللي توصل لي حقوقي أفهمه حجم الخطأ اللي هو بيعمله الدنيا تقوم ما تقعدش لحد ما الأمور تتضبط وإلا الجوازة ما تكملش لأن ما ينفعش لأن النتيجة إنك استحملتي وسكدتي وما واجهتيش إنك ويعتي في الغلط وده اللي وصلك إنك تقعي في الغلط وده مش مبرر إنك تقعي في الغلط ولكن ويعتي فيه لأن الشيطان شاطر طبعا لازم يلعبك بأي اتجاه بأي طريقة عشان يوقعك في الغلط الراجل اللي دخلتي معاه في علاقة ده لازم تنسيه تماما لأن ده إنسان كان كل غرضه إنه ياخد منك حاجة خدها وخلاص متشكري كسبتي إيه إحساس حستي ممكن لو كنت حاربتي في حياتك الزوجية كنت يخدتي الإحساس ده من زوجك لو كنت يعرفتي تصلحي حياتك الزوجية كان لازم تحاربي على فكرة يا جماعة إحنا عندنا أزمة ضخمة جدا إحنا ما بنواجهش مشاكلنا إحنا يا بنهرب منها يا بننيمها شوية يا بناخدها على جنب علشان ما نواجهاش يا بنيئس يا بنخاف الإنسان لازم يتعلم إنه لازم يواجه مشاكله وإنه يكون قوي إنه ما يسبش الدنيا تغلبه إنت مع الأسف سبت الدنيا تغلبك من هنا ورايح لازم تعفي على رجليكي ولازم تتعلمي تقف يتقولي لأ أنا رفض الوضع ده أيا كان اللي هتحصل لأن مهما حصل مش هيكون أسوأ من اللي حصل لك اللي حصل لك ده سيء إلى أبعد الحدود أنت حطتي نفسك في حتة ما كانش مفروض توصل لها أتمنى إنك تقفي لنفسك والحياتك والمستقبلك وإنك تواجهي جوزك وتقولي له أنا ست لي حقوق حقوقي عليك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هتوفي الحقوق دي أهلا وسهلا مش هتوفيها هاخد عيالي وامشي وهتوفيها في المحاكم على فكرة أنا كنت أكتر واحد ضد إن البيوت تتهد إنما أنا ما بشوف دلوقتي مواقف أسخف من إن إحنا نتكلم فيها بضطريت أقول للناس كده ملكيش حل تاني غير كده ترجمة نانسي قنقر